انطلقت فعاليات الأيام الثقافية اليمنية الفرنسية المشتركة بهدف تحفز الشباب على حب الاطلاع وقراءة الكتب وتنمية مداركهم الفكرية والثقافية هذه الفعالية تأتي في إطار التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي بين اليمن وفرنسا وتزامنا مع عيد القراءة العالمية رغم عنوينها المثيرة وغلافاتها القشيبة إلا أنها لا تزال جديدة لم تستخدم بعد كما لو أنها جزء من تلك الرفوف الخشبية دور الكتب والنشر تبدو خاوية على عروشها وبائعون على الأصفة يشكونا عدام القراء هكذا تبدو الصورة في اليوم العالمي للقراءة الأيام الثقافية اليمنية الفرنسية بدأت فعالياتها وإن كان هدفها توعية المجتمع بأهمية القراءة وتحفيز الشباب على حب الاطلاع وقراءة الكتب وتنمية مداركهم الفكرية والثقافية إلا أن أسبابا جوهرية للعزوف عن القراءة وغياب القراءة في حياة الشاب والشابة والمجتمع بشكل عام مردها الأساسي إلى طغيان وسائل الإعلامة الإلكترونية الإنترنت والفضائيات الوقت كثير الذي يقضيها الشاب أو الشاب أو أي إنسان أمام الفضائيات من طفولته إلى مرة متقدمة من العمر وضع الحلول المناسبة أمام الجميع وترغيبهم في الاطلاع وحب القراءة يحتاج إلى تكاتف الجهود ووضع الخطط المناسبة ابتداء من المدرسة التي تعد البنيان الأول لإمكانية غرس مفهوم حب الاطلاع والقراءة لديه الخلل يبدأ من الأطفال من الطفل نفسه يعني المفروض نحن نبدأ نعلم الأطفال من الصغر على أن نحبهم بالقراءة نخلي الشخص يحب القراءة منذ الصغر فالطفل إذا حب القراءة منذ الصغر يصبح الآن يتداول على هذا الشيء ويصبح شخص نابغ ويحب القراءة كتب متنوعة ومخطوطات تاريخية وللأطفال نصيب من معرض الكتاب عبر جناح مصغر خاص بهم كل هذا تشمله الفعاليات الثقافية الفرنسية اليمني المشتركة التي لا يزال الإقبال عليها دون المتوقع هناك في اليوم الأول افتتاح ثم قراءات شعرية المجموعة من الشعرات التسعينيين وفي اليوم التالي فيه محاضرات عن الترجمة أو عن الأدب الفرنسي وعن هموم النشر في اليمن وفي اليوم الثالث هناك أيضا فعالية مسائية في المركز الثقافي الفرنسي الكتاب في القلب شعار يسعى لإحياء الثقافة والإبداع في وسط المجتمع الذي يبدو أنه غافلا تماما عن الدور الذي يلعبه هذا الكتاب في تنمية المدارك وتوسيع العقول